أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تكلفت 80 مليار جنيه بعد أحداث 25 يناير 2011 وأشار رئيس السيسي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تم القضاء عليه من يوم 25 يناير 2011 وحتى الانتخابات الرئاسية بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد مما أثر بالسلب على الاقتصاد الوطني إحنا تكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد أحداث 25 يناير مش كده؟ لا غير الإرهاب غير الإرهاب أنت الاحتياطي بتاعك اللي كان موجود خلص في سنة ونص اللي أنت عدت 17-15 سنة تكونه ولا أنا بقول لها دكتور معيد شوين تكونه في 15-20 سنة الدولة ماتت عبال مع عملته أنت جيت في 25 يناير لغاية للانتخابات كنت مخلص عليه